اكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمو بولي العهد رئيس مجلس الوزراء على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة وحقوق التضامن ودعم التنمية المستدامة وأشار سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان أشار لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن ألية الاستعراض الدورية الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جينيف إلى مواصلة للمملكة إنجازاتها بخطة ثابتة وجادة وطموحة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية وتحقيق تطلعات المواطنين في بيئة آمنة مستقرة مزدهرة ومستدامة بعد إنجازها كافة التوصيات التي قبلتها في التقرير الدوري الثالث وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين عززت من مكانتها كأنموذج تاريخي في التعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق منذ مئات السنين منويها بالزيارة التاريخية المثمرة لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين ومشاركته وفضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار مضيفا أن من ثمارات هذا اللقاء الأخوي رفع المقام الإعلان عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي والتي تترجم حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز التأخي الإنساني والحوار بين الشعوب والثقافات بسلام وقال وزير الخارجية إن تميز مملكة البحرين بهذا النهج الأصيل هو ما لفت إليه قداسة البابا فرانسيس في كلمته حفل استقبال جلالة الملك لقداسته مستعرضا التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان وممارسة المواطنين حقهم الدستوري في المشاركة الديمقراطية منويها إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دوراتها السادسة هذا الشهر بنزاهة وشفافية تامة وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين قدمت أنموذجا رائدا في التصدي لجائحة فيروس كورونا وتدعياتها من خلال خطط استباقية وإجراءات علاجية دون الحاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية مشيرا إلى وضع ميزانية مفتوحة للحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمات الفحص والعلاج والتطعيم بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين على حد سوى وتناول سعادة وزير الخارجية جهود مملكة البحرين في تعزيز العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات غير مسبوقة على مستوى المنطقة ونوها وزير الخارجية إلى نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي في إنجاز هو الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستعاد وزير الخارجية الجهود الوطنية في حماية حقوق الفئة الأولى بالرعاية منوها إلى إنجازات المرأة البحرينية في ضوء تنفيذ المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتوجه نحو إقرار خطة جديدة لتعزيز الاستقرار الأسري وأشار إلى إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحماياتهم من سوء المعاملة وتشكيل لجنة قضائية ومحاكم متخصصة للأطفال إلى جانب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وسوق العمل وأكد وزير الخارجية التزام البحرين بدعم حقوق التضامن مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام المملكة بالأبعاد البيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال تفاعلها الإيجابي مع مخرجات مؤتمر كوب 26 والعمل على الوصول للحياد الصفري الكربوني وأكد سعادته أن مملكة البحرين ماضية بمجاب الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأعرب وزير الخارجية أيضا في ختام كلمته عن تطلع وفد مملكة البحرين لإدارة حوار فاعل وبناء لإضاح ما حققته المملكة من إنجازات مهمة في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية السيد الرئيس إن مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضر الصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة برئاس الصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حريصة على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة ودعم المسير الديمقراطية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ويشرفني أن أقتبس قولا مهم لجلالته حيث قال سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهم البحرين إلى آفاق المستقبل إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية التضامن الدولي في إرساق قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز حرية الدين والمعتقد كثوابت نابعة من قيمها التاريخية الدينية والحضارية ومنظومة التشريعية والمؤسساتية المتقدمة والمتوافقة مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمواثيق الحقوقية العالمية ولقد عززت مملكة البحرين من مكانتها كنموذج تاريخي في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق منذ مئات السنين كحق أصيل وراسخ من حقوق الإنسان وحرياته ومن زيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتكان إلى مملكة البحرين ومشاركته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني إلا دليلاً ناصعاً على تصميم بلادي على مواصلة جهودها لإعلاء خيم السلام والتفاهم بين جميع أهل الأديان والمعتقدات وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية وإرساء قيم الخير والسلام إن مثمرات هذا اللقاء الأخوي رفيع المقام الإعلان عن إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي والتي تترجم حرص جلالة الملك على تعزيز التآخي الإنساني والحوار بين الشعوب والثقافات بسلام ودعم جلالته اللامحدود لتسخير الخير والتقارب بين البشر من دون تمييز من أجل رفعة الأمم والشعوب وتعكس حرص مملكة البحرين على أبراز مبادئ التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادئ بين الجميع في وقت يمر فيه العالم بتحديات صعبة من خلال العديد من المبادرات المبتكرة إن تمييز مملكة البحرين بهذا النهج الأصيل هو ما لفت إليه قداسة البابا فرانسس في كلمته في حفل استقبال جلالة الملك لقداسته وأكتبس عندما قال وأكبر غنى هذا البلد يتألق في تنوع الأعراق والثقافات فيه وفي العيش معا في سلام وفي ترحاب السكان التقليدي وفيه تنوع من غير تسوية ساحقة ولا تذويب للاختلافات هذا هو كنز كل بلد متطور حقا انتهى الاقتباس إن مملكة البحرين سوف تواصل دورها كشريك فاعل في ترسيخ الأمن والسلم كحق أصيل لكافة الشعوب مؤكدين بأن التضامن الإنساني ركيزتنا الأساسية من أجل عالم أفضل تسوده قيمة المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ونبدو العداوة والكراهية الدينية والطائفية والعنصرية والعمل على تسوية النزاعات بالسبل الدبلوماسية بما يحقق الأمن والسلام الدولي العادل والشامل والمستدام ويعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة خلال مناقشة التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إشادات دولية بجهود مملكة البحرين في تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة ودعم التنمية المستدامة وجاءت الإشادات مؤكدة للجهود الملموسة والفعلية على أرض الواقع التي قامت بها كافة مؤسسات المملكة مملكة البحرين وفي أحدث مؤشر على تعزيز بيئة حقوق الإنسان والحريات احتضنت أرضها الزيارة التاريخية المثمرة لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين ومشاركته وفضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكوماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار أيضا كانت البحرين حريصة على حماية حقوق الإنسان وممارست المواطنين حقهم الدستوري في المشاركة الديمقراطية حيث تجرى الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة هذا الشهر بنزاهة وشفافية تامة مما يؤكد على المناخ الحر في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وكان مثال مملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا التي عصفت بالعالم مثالا حيا على ضمان المملكة لكافة الحقوق المعنية بالرعاية الصحية للجميع دون تمييز مما جعل من مملكة البحرين انموذجا رائدا في التصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعياتها الإشارة الدولية بجهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان أكدت بإجاب على ما قامت به مملكة البحرين من قوانين وتشريعات ارتفطت في تعزيز العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات غير مسبوقة على مستوى المنطقة أهمها تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتعديلاته بالإضافة إلى إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وتشكيل لجلة قضائية ومحاكم متخصصة للأطفال إلى جانب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وسوق العمل وكانت الضمانات التي وفرتها مملكة البحرين في سوق العمل محل إشادة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص والذي جاء من خلال نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقا لتغرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر